السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو الثالث عشر من ضمن سلسلة فيديوهات شرح مميزات سوبر كليك ERP نظام سوبر كليك المتكامل الخاص بإدارة حسابات شركات المقاولات حضرتك تقدر تطلع على جميع فيديوهات شرح مميزات نظام سوبر كليك من خلال قائمة تشغيل فيديوهات شرح النظام رابط قائمة التشغيل هيكون متوفر لحضراتكم أسفل هذا الفيديو مباشرة نظام سوبر كليك مقدم لحضراتكم من شركة سوبر امي سوفت سوبر منجمنت سوفت ويرز فور ادفانسد سيليوشنز وهي شركة تقدم خدمات البرمجيات والتسويق الالكتروني بالإضافة إلى خدمات تصميم وتطوير المواقع الالكترونية والمتاجر الالكترونية وخدمات تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف الزكية بالإضافة إلى خدمات التسويق الالكتروني وأنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة مختلف أنشطة المؤسسات والشركات التجارية وأنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة حسابات شركات المقاولات وأنظمة الـ ERP الخاصة بإدارة الفنادق وتأجير الوحدات السكنية بالإضافة إلى أنظمة الـ ERP وعدة منصات إلكترونية لإدارة المؤسسات التعليمية ودعم التعليم الإلكتروني عن بعض حضرتك تقدر تطلع على جميع خدمات الشركة وجميع أنظمة الشركة وصابقة أعمال وصابقة عملاء الشركة من خلال موقعنا الإلكتروني www.supermsoft.com رابط الموقع الإلكتروني هيكون متوفر لحضرتكم أسفل هذا الفيديو مباشرة في هذا الفيديو هنستعرض مع بعض ونستكمل شرح مميزات قسم المشاريع والعقود داخل نظام سوبركليك المتكامل لإدارة حسابات شركات المقاولات استعرضنا مع بعض في الفيديوهات السابقة أهم مميزات نظام سوبركليك وهو في البداية إمكانية العمل بطريقتين أول طريقة العمل من خلال الإنترنت حضرتك تقدر من أي مكان وفي أي وقت تستخدم النظام فقط تحتاج إلى وجود الإنترنت تقدر أيضا تستخدم النظام من خلال متصفحات جميع أنواع الهواتف الزكية أيضا من خلال متصفحات جميع أنواع الأجهزة اللوحية والتابلت والأيباد إلى آخره أيضا تقدر تستخدم النظام من خلال مختلف أجهزة الكمبيوتر البي سي وأجهزة اللاب توب أيضا حضرتك تقدر تستخدم النظام أوفلاين بدون الإنترنت داخل الشركة على شبكة داخلية داخل الشركة او على سيرفر داخلي بدون الحاجة الى الانترنت اطلاقا من خلال اي طريقة منهم حضرتك بتقدر تستخدم نظام سوبر كليك بكل سهولة وبكل مرونة ايضا من اهم مميزات نظام سوبر كليك ان النظام قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات كل شركة مكاولات في مختلف انحاء الوطن العربي حضرتك لو عندك تعديلات عندك تطويرات علشان النظام يتناسب مع طبيعة العمل معكم بشكل كامل النظام بالكامل قابل للتعديل والتطوير وفقا لاحتياجات كل مؤسسة ايضا من اهم مميزات نظام سوبر كليك هو امكانية العمل باللغة العربية بشكل كامل زي ما موضح لحضرتكم ايضا امكانية التحويل الى اللغة الانجليزية والعمل من خلال النظام باللغة الانجليزية بشكل كامل حضرتك تقدر تستخدم اللغتين وتقدر تحول بينهم بكل سهولة ايضا من اهم مميزات نظام سوبر كليك هو وجود عدة تصميمات تقدر حضرتك تستخدم التصميم المناسب للعمل وتقدر تغير بين السيمات بكل سهولة ايضا نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتك ادارة متكملة لشركة المكاولات وبيقدم ايضا التكامل بين الادارات المختلفة وده من خلال عدة اقسام وهي قسم اعدادات حساب المؤسسة ومن خلاله بيتم ادارة النسخة الاحتياطية من قعدة البيانات بصورة مستمرة ادارة بيانات المؤسسة اللي بيتم تبعيتها على الفواتير وعلى التقارير وعلى السندات وعلى العقود الى اخره قسم ادارة الضرائب والرسوم مع امكانية اضافة اكتر من ضريبة واكتر من رسوم قسم المستخدمين والصلاحيات ومن خلاله بيتم ادارة بيانات الملفة الشخصي لكل مستخدم قسم ادارة صلاحيات المستخدمين قسم ادارة بيانات المستخدمين وتتبع نشاط كل مستخدم داخل النظام قسم ادارة مواد البناء والمخازن ومن خلاله بيتم ادارة المخازن ادارة انواع مواد البناء إدارة وحدات مواد البناء وقسم إدارة بيانات مواد البناء بشكل كامل بعد كده موجود عندنا قسم العملاء والموردين ومن خلاله بيتم إدارة بيانات العملاء وأرصدت العملاء إلى آخره قسم إدارة بيانات الموردين وأرصدت الموردين إلى آخره قسم إدارة المقاولين ومن خلاله بيتم إدارة أنواع أنشطة المقاولين وبيانات المقاولين وأرصدت المقاولين قسم إدارة المكاتب الهندسية قسم إدارة المشاريع والعقود قسم إدارة فواتير الشراء وطباعة الفواتير والسندات الخاصة بالفواتير نائدي وآجل إلى آخره من المميزات اللي بيقدمها النظام لقسم إدارة المشتريات بشكل كامل قسم إدارة الخزائن ومن خلاله بيتم إدارة الخزائن عمليات السحب والإداع التحويل بين الخزائن قسم إدارة الحسابات البنكية ومن خلاله بيتم إدارة الحسابات البنكية التحويل بين الحسابات البنكية قسم إدارة الإيرادات وسندات القبض ومن خلاله بيتم إدارة أنواع الإيرادات بنود الإيرادات وإدارة سندات القبض قسم إدارة المصروفات وسندات الصرف ومن خلاله بيتم إدارة أنواع المصروفات بنود المصروفات وسندات الصرف قسم إدارة حسابات الموظفين وهو متجول HR كامل إدارة كاملة لشؤون الموظفين من خلال القسم ده حضرتك تقدر تعمل إعدادات الموظفين ووضع لائحة عمل لكل موظف أو كل مجموعة موظفين معا إدارة بيانات الموظفين وفئات الموظفين والعمال والفنيين إلى آخر والتقييمات الخاصة بالموظفين قسم إدارة الحضور والانصراف الغياب والأجازات التأخير والإضافي المكافئات والخصومات السلف واسترداد السلف وقسم إدارة رواتب الموظفين والمدفوعات الخاصة بالموظفين والحوافز إلى آخره من حسابات ورواتب الموظفين بعد كده موجود قسم الحسابات العامة والإدارة المالية قسم الحسابات العامة بيقدم لحضرتكم إدارة الحسابات الخاصة بالمؤسسة من خلال شجرة الحسابات ربط الحسابات دليل الحسابات القيود اليومية مراكز التكلفة دفتر الأستاذ السنة المالية ميزان المراجعة الميزانية العمومية قائمة الدخل وقيود الإقفال قسم الحسابات العامة مرتبط بشكل متكامل وشكل أوتوماتيك مع جميع الإدارات داخل نظام سوبر كليك في النهاية موجود قسم التقارير من خلال قسم التقارير حضرتك تقدر تحصل على تقارير شاملة وتفصيلية عن جميع العمليات وجميع التعاملات داخل النظام أيضا نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتك إشعارات فورية لأحدث التنبيهات اللي بينبهك بها النظام علشان تقدر تاخد أكشن معين أو تقدر أنك تتنبه بعمل معين النظام موجود فيه لوحة تحكم سهلة وبسيطة بتقدم لحضرتك إحصائيات عن أهم العمليات إحصائيات سندات القبض والصرف إحصائيات المشاريع المكتملة والقيد التنفيذ والمعلقة إحصائيات للموظفين المنتهي ضمانهم الصحي الموظفين المنتهي إقامتهم المواردين المتبكي لهم مديونية العملاء المتبكي عليهم مدفوعات والمقاولين المتبكي لهم مدفوعات فبالتالي نظام سوبر كليك بيقدم لحضرتكم إدارة متكملة بشكل بسيط وسهل الاستخدام في هذا الفيديو وهو الفيديو الثالث عشر هنستعرض مع بعض متابعة أهم مميزات قسم المشاريع والعقود من خلال قسم المشاريع والعقود زي ما تعرفنا في الفيديو السابق حضرتك تقدر تستخدم هذا القسم في إدارة متكملة للمشاريع والعقود اللي حضرتك شغال عليها في البداية حضرتك تقدر تستعرض أهم الحسابات وأهم الإحصائيات الخاصة بكل مشروع تقدر من خلال قسم العقود تستعرض أهم العمليات وأهم الإحصائيات والإجماليات الخاصة بالمبالغ المالية لهذا المشروع من خلال قسم مواد البناء حضرتك تقدر تضيف مواد بناء جديدة لهذا المشروع مواد البناء تقدر تضيفها من خلال فاتورة شراء معينة تقدر تضيفها من المخزم مباشرة وتقدر أيضا حضرتك تعمل إسناد لمواد بناء من قسم المشتريات مباشرة العقد معين وفي النهاية حضرتك تستعرض الإجماليات الخاصة بمواد بناء هذا المشروع أو هذا العقد بعد كده قسم المقاولين من خلال حضرتك بتعمل إسناد لبنود أعمال لمقاولين معينين داخل هذا المشروع أو هذا العقد وتقدر حضرتك تستعرض أيضا الإجماليات الخاصة بكل مقاول على حدة قسم المصرفات والنسريات من خلاله حضرتك تقدر تضيف السندات الخاصة بالمصرفات لهذا العقد وتستعرض المصرفات بشكل كامل داخل هذا العقد وتقدر تعمل طباعة لكل سند داخل هذا العقد مباشرة قسم إرادات العقد ومن خلاله حضرتك بتسجل السندات الخاصة بإرادات هذا العقد وبتستعرض أيضا الإجماليات الخاصة بهذه السندات بكل سهولة مع إمكانية طباعة كل سند قسم مدفوعات المقاولين من خلال حضرتك بتستعرض أيضا وبتضيف كل السندات وبتستعرض الأرصدة الخاصة بكل مقاول داخل المشروع أو داخل العقد مع إمكانية طباعة كل سند على حدة وفي النهاية كل السندات اللي بيتم إضافتها داخل قسم المشاريع والعقد بتسمع عندنا أوتوماتيك في قسم سندات الصرف وقسم سندات القبض وأيضا بتسمع معنا أوتوماتيك في الإدارة المالية وفي الحسابات العامة بيتم إنشاء قيود يومية لها وبتسمع معنا في كافة التقارير بشكل أوتوماتيك من خلال قسم المشاريع والعقود أيضا حضرتك تقدر تتتبع نسبة الإنجاز أو نسبة الأعمال المنجزة وبنود الأعمال داخل كل مشروع أيضا حضرتك من خلال قسم المشاريع والعقود تقدر إنك تتتبع المستخلصات الخاصة بالعقد أو بالمشروع ده بكل سهولة حضرتك تقدر تطبع العقد تقدر تحزف العقد ويتم التحكم في الطباعة أو التعديل أو الحسفة للعقود والمشاريع أو أي قسم في البرنامج من خلال الصلاحيات المسندة لكل مستخدم فبالتالي حضرتك تقدر تنشئ أنواع مختلفة من الصلاحيات لكل مستخدم كل مستخدم يقدر يعمل إضافة فقط يقدر يعمل تعديل أو اللي تنم مع بعض أو غيرها من الصلاحيات اللي حضرتك بتسندها بكل سهولة من خلال النظام لكل مستخدم من خلال قسم المشاريع والعود وضحنا لحضرتكم أهم المميزات اللي بيقدمها النظام من خلال هذا القسم إحنا في انتظار استفساراتكم في انتظار التواصلكم معنا من خلال الأرقام الموضحة أسفل الشاشة مباشرة أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.supermsoft.com رابط الموقع الإلكتروني هيكون متوفر لحضرتكم أيضا أسفل هذا الفيديو مباشرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة